اخواني اخواتي متتابعي قناة ابا ختم وفاس جات لكم ابا ختم وفاس بواحد الهمزة مضخمة هاد الهمزة خوتي اللي غادي تشوفوها معايا همزة معتبرة مكيناش في السوق دلعاقر لحد الان هميزة فأرقى المواقع في مدينة فاس عدنا فيها جوج هميزات عنا الدار كاملة همزة وكذلك كادو دلفراش وفا اخر الفيديو غادي تسمعوا في ديناتكم التعمل ديال هاد الهمزة اللي جابت لكم ابا ختم وفاس يلا هو بنا تشاهدوا معايا هاد الهمزة اللي كتواجد في شارع الله بن عبدالله جميع المرافق اللي كيطلبها الانسان كتواجد في هاد الحي هذا من ارقى المواقع في مدينة فاس صندخفيل امولاي قريبة لسويت اللي بغاها ماي من نحاش مئتين وسبعتاش الميتر اللي كتواجد في قلب التيتر عندك الجوج ديال لسنسورات وكذلك عندك الباركينج ديال طنوبيل ديالك فاش تدخل طنوبيل ديالك وتخليها في امان الله وحفظه وعندك الموقع اللي الانسان يبغي يخرج ولداته على رجلاته مايحركش ابدا طنوبيل وصندخفيل يعني اي مركز بغيت تمشيله او اي بلاصة بغيت تمشيلها طنوبيل ما تحركهاش جايا في قلب العاصمة العلمية فادي نتفاس وشوف معايا هاد اللي بخطمو اللي بهاد الاتات الرائع والجامل كتشوفوا معايا تفريشها رائعة جدا تفريشها غزالة بلدية ما شاء الله مصوب هاد طبالي مصوبين بالنحاس الاخوان شوفوا تفريشها بهاد البيستاش عاطية واحد لوقو غزال هاد هاد الصالون شوفوا ما شاء الله الظربية اللي كتشوفوها معايا زربية ديال الشلوح يعني الاصالة والمعاصرة معنا اخوتي هنا كتشوفوا معايا البلافون الدار ما فيها تحاجة ما تصلح دخولها مولاي وسكون انعطوك سويرتات ديالك والدار مفرشها مبرعة تشوفوا معايا عاوتاني هاد القليصة جميلة والرائعة بهاد النوعية ديال الفوتويات يعني ستيل عصري غزال الاخوان كذلك شميني اللي قبالتنا وجايين صالونات مبهجين على بعضياتهم وجاي كاملة ارضية برخة اخواني اخواتي دائما البخطوم الفاس تتجيب لكم الافضل والاجمل وهاد شي ماشي على لساني على لسان المتتابعين ديالنا اللي كنشكروهم من هاد المنبر اخواني اخواتي الان هاد البخطوم اللي جميلة اللي كتواجف تخوز يا ميطاج كيف ما اقول لكم جوج ديال السنسور يعني هاد افونطاج كبير والمساحة الاجمالية ديالها اللي تبارك الله جاي عبارة على فيلا يعني بيتين وسبعتاش الميتر هنا كذلك كتشوفوا معايا سيجور بهاد القليصة جميلة الرائحة بهاد تحفا الفنية اللي كتشوفوا بالنوعية ديال الخشب ما شاء الله على صاحبة هاد الشقة اعطتها حقها من كل هاد الاتات البلاتين يا رجالة ارجاء الشقة كاملتين يعني كما عندك ما تصبغ كل شي مصبغ على حقه وطريقه وعندها خوتي جوج ديال الواجهات هنا كتشوفوا معايا الجمالية ديال هاد اه توريشة الرائعة ديال هاد صالونات جميلين بهاد اللوحات الفنية اللي معلقين على الاسور اما النوعية ديال الخشب يعني النوعية ديال العود الاصيل يعني القديم الناس دائما تيهربوا لهاد النوعية ديال استيل القديم حيث كيلقوا فرحتهم هاد هنا يا سيجون او اللي بغا يديروا بيت يعني بالباب ديالو كتشوفوا الباب ديالو على جوج ديال جهات وعندو شبك اللي بغا يديروا بيت رابع ها هو الخوتي شوفوا شحال كبابر شوفوا الصلاة اللي هزة يعني شوفوا معايا تفريشة لهاز هاد البيت هاد البيت خوتي تشوفوا تشوفوا معايا ان هاد القليصة كبابراء والناس اللي متابعينا كنا ديجا لنصيناها ولكن الان صاحبة شقا عطتكم هميزة جميلة في هاد الموقع الجميل وخفضت من تمن البيع وحطتكم هاد الاتات الرافع بهاد ديكوراسيون جميل بهاد الموقع الجميل كدو الخوت اما السيدة غادي تهز شوانتها يعني كندكور ونعود كل حاجة كندققها لكم في هاد الفيديو وكل حاجة بليصها لحقا طريقة غادي تجبروها في المكان ديالها المناسب برعناكم بجمالية هاد الصالوناس تأجووا معايا باش تشوفوا كذلك الغرفات كينا الغرفة ديال الوليدين كندخلوا بمجرد اننا كندخلوا من هاد الباب كالقاو الحمام جاكوزي اللي كاتشوفوه معايا كذلك بالفصك ديالو اللي كامل بالرخام شوفوه معايا كذلك الرخام وكاينة طوالد وكاينة الوضايا اللي جايا وراء الباب الحمام كبابر الاخوان وغادي ندخلو هاد الكلور جامع الحمام وجامع الدريسينج اللي كاتشوفوه معايا دريسينج واحد عالليمن واحد عالشمال وعندو الباب ديالو اللي مسدود اما الغرف كاملة المساحة الشاسعة اللي كتشوفوها معايا تبارك الله يعني شوفو البساحة ديال البيت شحال كبابراء اللي فيها بالكون اطلالة ديالو جايا على الشارع اللي ابن عبد الله يعني هاد جايا قرب اسوان مقهى اسوان اللي معروفة في مدينة فاس هاد جايا حداها باش نعرف الانسان ديال هاد لباختمو شوفو كذلك خوتي ان شميشة والاضاءة دخلة حتى القلب هاد الشقة ما زالين جوج ديال الطوابق او ثلاثة ديال الطوابق من فوق منك وكذلك خوتي كتشوفو النقا ديال هاد لباختمو الناس كانوا ديجا جاو وشوفوها الان كان عرضوها التاني مرة وكذلك كان عرضوها بتامن جد رائع والناس اللي سكنة في هاد الموقع هادا بدا تصنط خفيل يعني ما كانش هاد تامن اللي غادي انذكروا انا في اخر الفيديو في هاد الموقع هادا شتو باشاء الله الجمالية ديال بتنعز ديال الابوين او غرفة ديال الابوين شحال كبابراء في هاد غيسينج فيها الحمام وكين خوتي هنايا كذلك حمام اخر ديال الوليدات اللي كتشاهدوه معايا في الدوش والطوارد وكذلك فيه دكانة من فوق الحمام وكين هنايا بيت اخر ديال الوليدات يعني هي في المجموع عندها ثلاثة ديال الغرف بالاضافة الغرفة اللي انفرشة عبارة على سجون هنا شاهدتوا معايا جوج ديال الغرف غادي نمشيوا مباشرة باش تشاهدوا معايا الغرفة الثالثة كين قبل ما نشوفوا الغرفة الثالثة كين هنايا فاسك وكين طوالد سبحونا على عدم الإضاءة كتشوفوا بحالها بحال يعني طوار الحمام اللي اشتوا معايا هذي الدخلة الرئيسية بني كندخلوا مباشرة باش ندخلوا لصالون وكذلك جوج ديال الغرف اللي شاهدنا هنا كين غرفة اخرى حتى هي يا أخوتي مفرشة يعني تفريشة مزيونة جاية سيجور حيث قريبة الكوزينة اللي غايتشوفوها معايا واحتهي عندها البلاكار ديالها والإطلالة ديالها مباشرة على الشارع الكبير اللي كيطلعنا شراطون ويهبطنا اللافية مباشرة يعني قربة أسوان هذي الكوزينة خوتي اللي غادي تدخلوا لها غادي تشوفوها كبابرة تباركلر كل شي منزل فيها كتشوفوه بمعنتها وكل شي غا يبقى فيها يعني ما غادي تحيي التحاجة طبلا مونجي نسمحوا لي طبلا مونجي في البلايسة المكان ديالها كتشاهدوها معايا البلاكار من التحت و البلاكارات من الفوق من النوعية الجيدة يعني الخشب الممتاز وكذلك خوتي فيها لهوت فيها البلاك فيها الفران فيها طلاجة يعني عندها حتى البالكون ديالها وكذلك عندها صرجم للإطلالة دياله جي على الشارع الرئيسي المتواجد في مدينة فاس ألا وهو الشارع اللال بن عبدالله أخواني أخواتي مئتين وسبعتاش المتر يعني مساحة تبارك الله شاسعة يعني مساحة كبابرة الغرف كبارين البيوت اللي صارونات كبارين بالإضافة لكويزين اللي كتشوفوها معايا قبالتكم هاد الهميزة أخوتي اللي دائما كنقول لكم مني كتكون شي حاجة همزة راه همزة يعني بحكم أنني أنا بنت السوق وعارفة السوق شنو جاري فيه في مدينة فاس وخصوصا بالخفرة ديالنا والكفاءات ديالنا كنعرفوا أي موقع تمن دياله إخواني أخواتي هاد الهميزة اللي جبتلكم الآن اللي بغاها عنده فراشو يعني وبغا يفرشها بدقو الخاص اللي بغاها بخاوية مياة وخمسة وخمسين مليون واللي بغاها بهاد الاتات مياة وثمينة وخمسين مليون تمان البيع النهائي بس صرحت صاحبات هاد الشقة شوفو اخوتي هاد الاتمينة وشكينا في هاد الموقع هادا أخواني أخواتي أبختم وفاس جبتلكم أحسن همزة متواجدة فاس ما تضيعوش من اديكم اللي بغا هاد الموقع هذا الجميل والرائع ومن هاد المين باركة نقول لكم حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته